قدغة للمؤمنات قد جعلنا أذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عجل بفرج مصرنا وأمنها اللهم عجل بفرج بلدنا وأمنها اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين وكيد الكائدين اللهم جنب مصر الزلازل والفتن اللهم جنب مصر الزلازل والفتن وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا واحفظ سائر بلاد المسلمين هيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اختر لنا رئيسنا ربنا اختر لنا رئيسنا فإننا لا نحسن الاختيار ولا نحسن التدبير ربنا اختر لنا رئيسا يحكم فينا بشرعك ويعمل فينا بعمل نبيك وبعمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ربنا سألناك فأعطنا دعوناك فأجب دعاءنا اللهم نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور اللهم قبورنا اغفر لوالدينا وارحمهما واغفر اللهم لسائر موت المسلمين اللهم أسعد الأزواج بالزوجات ورد الزوجات بالأزواج اللهم متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء ندعوك يا الله دعاء العبيد الضعفاء المساكين ندعوك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله نسألك بأنك أنت الله يا حي يا قيوم ندعوك يا الله أن تزوج أبناء المسلمين بالبنات الصالحات وأن تزوج بنات المسلمين بالرجال الصالحين اللهم أسعد أبناءنا وبناتنا وهيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا ندعوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تصلح بين كل زوجين وأن تسعد كل زوجين وأن تعطي كل محروم وأن ترزق كل معدوم يا من أمرك بين الكاف والنون رضنا وارض عنا يا رب نسألك يا الله أن تقر أعيننا بأن تحكم فينا شرعك وأن تحكم فينا شريعتك يا رب أقر أعيننا بأن نرى شريعة الإسلام سائدة حاكمة فاصلة بيننا بحولك وقوتك اللهم احفظ بنات المسلمين نبى أو نمى إلى علمي نمى إلى علمي وسمعت أن بنات من بناتنا تم القبض عليهن في الأحداث الأخيرة وتعرضنا لهدك أعراضهن ولا أظن أن هذا يحدث في بلدنا يحدث من رجالنا لبناتنا ما أظن هذا الكلام لا يقبله صاحب قلب وعقل سوي ولا يرضاه مسلم عربي حر أبي لا يقبله صاحب عقل سوي ولا يرضاه حر أبي لا يمكن أن نرضى بهذا ولا يمكن أن نصدق هذا ربما هناك تلفيق رجالنا يفعلون ببناتنا رجالنا يفعلون بأعراضنا لا أصدق هذا وإن كان فلابد أن يحاسب من فعل ذلك ولابد أن تظهر الحقيقة على الملع هذا لا يمكن أن يقبله إنسان في مصرنا في بلدنا في بلد الأمن والأمان في بلد الأزهر والإسلام في بلد يحمي فيها الجيش الشعب يصل الأمر إلى أن يأتي العدوان من رجالنا للاعتداء على بناتنا من يقبل هذا؟ من يرضاه؟ ولا أريد أن أفصله ولا أريد أن أتعب قلبي بل أمرض قلبي لا بل أريد أن أسعد معكم بل أريد أن نسعد جميعا مع بيوت نبينا وحال سلفنا مع السيدة الطاهرة حفيدة الحبيب مع أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة الزهراء حفيدة النبي حفيدة خديجة مع سيدة من سيدات بيت النبوة مع الحفيدة الثالثة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أم كلثوم ولدت في عهد النبي في سنة ست من الهجرة عاشت مع رسول الله خمس سنوات حتى مات الحبيب وماتت أمها ورعاها أبوها وأخوها الحسن والحسين وإخوتها الحسن والحسين وزينب وفاطمة وزينب ثم انتقلت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر فلم تجد حولها إلا زوجها وإلا أخوها الحسن والحسين وزينب ثم كانت الحياة بعد ذلك في بيت علي وما مرت سنوات إلا ومات أبو بكر وجاء عمر وأصبح عمر أمير المؤمن أميراً للمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وفي السنة السابعة عشرة من الهجرة كان زواج عمر بأم كلثو واسمع معي وتعالى لنعرف كيف كان سلفنا يتزوجون وكيف كانت بناتهم تتزوجن كيف تم الزواج وفي قصة زواج عمر بأم كلثوم خلاف طويل فهناك من أنكر زواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم هؤلاء الذين يريدون أن يشعلوا النار هؤلاء أصحاب الفتن في كل زمان هؤلاء الحاقدون الحاسدون هؤلاء الظالمون الآثمون يقولون لا يمكن أن يتزوج عمر ببنت علي وقد حدث من عمر ما حدث مع فاطمة وعلي وهم يظنون أو يزعمون أو يقولون افتراءاً على أمير المؤمنين علي أن عمر سلب الخلافة من أمير المؤمنين علي أن عمر رضي الله عنه سلب الخلافة من أمير المؤمنين علي ولم يبايعه كذبوا والله ما كان هذا ما كانت العلاقة بين عمر وعلي إلا علاقة الرئيس بالوزير وكان عمر أمير المؤمنين قد اختص من أصحابه عثمان وعبد الرحمن وعلياً فكانوا خاصته وعلي كان هو القاضي في زمن أمير المؤمنين عمر وكان هو الحاكم في زمن أمير المؤمنين عمر اختصه أمير المؤمنين عمر هو الذي قال عمر أمير المؤمنين الذي قال رضي الله عنه لما حدث أمر بين علي وبين رجل من المسلمين فأقعدهما أمير المؤمنين عمر بين يديه ليفصل في القضية فأول ما جلس قال عمر لعلي أمير المؤمنين يا أبا الحسن ساوي بينك وبين خصمك يا أبا الحسن ساوي بينك وبين خصمك فتغير وجه علي فقال يا أبا الحسن أغضبت عمر يقول لعلي يا أبا الحسن أغضبت أني قلت لك ساوي بينك وبين خصمك قال لا يا أمير المؤمنين بل غضبت لأنك كنيتني بكنيتي فقلت يا أبا الحسن ولم تكني خصمي ولم تساوي بيني وبين خصمي عندها قال عمر أمير المؤمنين لا بقيت في بلد ليس فيها أبو الحسن لا بقيت في بلد ليس فيها أبو الحسن عمر أمير المؤمنين لما جاءتهم مرأة وقد وضعت مولودها بعد ستة أشهر من حملها وقد حكم أو أوشك عمر أن يحكم عليها بالرجم وأن يتهمها بالفاحشة لأنها وضعت بعد زواجها بستة أشهر فجاء علي أمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين يمكن للمرأة أن تضع مولودها بعد ستة أشهر ووفق بين الآيات وحمله وفصاله ثلاثون شهر أي الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فلو خصمنا الحولين أرباع وعشرين شهر من ثلاثين شهر اللي هو الحمل والفصال تكون مدة الحمل ستة أشهر فقال عمر أمير المؤمنين لو لا علي لا هلك عمر لو لا علي لا هلك عمر علي الذي يقول عن أمير المؤمنين كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في البداية والنهاية قال ابن عباس رضي الله عنه لما مات عمر ووضع على سريره رأيت رجلا يبكي رأيت رجلا يبكي ويقول والله ما خلفت رجلا أحب أن ألقى الله على عمله مثلك يا عمر ويم الله لقد ظننت أنك ستلحق بصاحبيك لو لا ويم الله أقسم بالله أني أظن أنك ستلحق بصاحبيك أي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما علي يبكي ويجهش بالبكاء ويقسم بالله أنه ما خلف رجلا يحب أن يكون في أن يلقى الله بمثل عمله من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما وأرضاهما هذا علي الذي عرف قدر عمر وأثنى عليه وعمر الذي عرف قدر علي وأثنى عليه قال المشككون لا يمكن أن يتزود عمر ببنت علي وبينهما ما بينهما وقالوا أيضا إن الحديث ضعيف ولم يأتي في الكتب الصحيحة أن عمر تزوج بأم كلثوم وقلتم في الحديث أن عمر أمهرها بأربعين ألف ومن أين لعمر بأربعين ألف وأنتم تقولون إنه كان يلبس المرقع من الثياب رد عليهم كثير من أهل العلم ويثبتون أن عمر أمير المؤمنين قد تزوج بأم كلثوم بنت علي والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتابين من كتبه في كتاب المغازي وفي كتاب الجهاد والسير في كتاب المغازي وفي كتاب الجهاد والسير قال كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي باب ذكر أم صليط جاء لأم جاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمروط فقسمها بين نساء الأهل المدينة مروط ثياب خاصة بالنساء ثياب جميلة غالية خاصة بالنساء مرط يوضع على رأس المرأة ويغطي بدنها جاء لأمير المؤمنين عمر بمروط فقسمها بين نساء أهل المدينة وبقي منها مرط جيد فضل بأ أحسن مرط منها فقال رجل من جلساء عمر أعطيه لبنت رسول الله التي تحتك يعني أم كلثوم بنت علي إذن في صحيح البخاري أثبت أن أم كلثوم كانت زوجة لأمير المؤمنين عمر قال رجل من جلساء عمر أعطيه لبنت رسول الله يعني التي تحتك يعني زوجتك يعني أم كلثوم بنت علي فقال عمر أمير المؤمنين بل أم صليط أحق به إنها بايعت رسول الله وكانت ممن يزفر لنا القرب يوم أحود رضي الله عن أمير المؤمنين عمر فيه دليل على أن عمر في صحيح الإمام البخاري أثبت أن أم كلثوم كانت زوجة لأمير المؤمنين عمر لنرد على من زعم أنه لم يأتي في الكتب الصحيحة أيضاً في كتاب المغازي والجهاد والسير ذكر ذلك الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم مروطاً بين نساء أهل المدينة وبقي مرط منها فأعطاه لأم صليط ولم يعطيه لزوجته أم كلثوم ذكر الإمام مالك في المدونة الكبرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الجنائز أنه قال جيء بأم كلثوم زوجة عمر وابنها زيد بن عمر بجنازة أو جنازة أم كلثوم وزيد بنها أي زيد بن عمر وكان إمامهم سعيد ابن العاص ابن أبي العاص وكان الإمام خالد بن سعيد ابن العاص وسيأتي الكلام أيضاً في المدونة أن جنازة أو جنازة يعني الخشبة التي عليها أم كلثوم والخشبة التي عليها ابنها جيء في آن واحد وستأتي القصة بعد ذلك لأن أم كلثوم وزيد ابنها زيد بن عمر مات في وقت واحد وجيء بالجنازتين فصفهما خالد بن سعيد وجعل الصبية أقرب إليه وجعل المرأة يعني أم كلثوم إلى جهة القبلة وكان فيهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري فلما سئلوا في ذلك قالوا السنة السنة إذا كانت هناك جنازة لرجال ونساء يوضع الرجال مما يلي الإمام ويوضع النساء مما يلي القبلة يصف الرجال والنساء أمام الإمام فيكون الرجال مما يلي الإمام ثم النساء من بعدهم وأيضا جاء فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ماتت أم كلثوم بنت علي زوجة عمر أمير المؤمنين ومات ابنها في آن واحد ولم ندر أيهما مات قبل الآخر لم ندر أيهما مات قبل الآخر فلم نورثهما والمسألة في الموريد لأن من مات أولا ورثه من كان حيا ولو بلحظة لكن أم كلثوم وابنها زيد مات في آن واحد فلم يدر أحد أيهما مات أولا فيه دليل وشاهد على أن أم كلثوم بنت علي كانت زوجة لأمير المؤمنين عمر وأنجبت له ولدا هو زيد وأنجبت له بنتا هي رقية وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى وقد جاء الحديث أيضا عند النسائي وعند الحاكم في المستدرك وعند مالك في المدونة الكبرى كل هذا يدل على أن عمر تزوج بأم كلثوم ويرد على الذين يقولون لم يزوج علي عمر بابنته لما كان بينهما من خلاف كبرت كلمة تخرج من أفواههم وفي زواج عمر بالسيدة أم كلثوم بنت علي قصة لا بد أن نعرفها وأن نسمعها قصة في طريقة الزواج قصة كيف كانوا يتزوجون نتعلم يتعلم شبابنا يتعلم الآباء والأبناء وقد جاءت قصة زواجه عمر بالسيدة زينب عند الطبري في تاريخه وعند الذهبي في سيره وعند ابن سعد في الطبقات وعند ابن كثير في البداية والنهاية ولكن هناك خلاف سنأتي عليه أما المشهور عندنا أن عمر أمير المؤمنين ذهب إلى علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وكان ذلك في شهر ذي القاعدة من السنة السابعة عشرة من الهجرة ذهب عمر إلى أمير المؤمنين علي وقال له زوجني ابنتك قال يا أمير المؤمنين علي وانظر كيف كان يتعامل علي مع عمر وعمر مع علي كانوا أو كان يتعاملان معاملة الأخوين الشقيقين الحبيبين معقول هل هذا معقول أن عمر كان يحب علي وعلي يحب عمر نعم لكن هذا الكلام الذي نسمعه الآن أن عمر أوشك أن يحرق البيت على فاطمة وعلي كذب افتراء افتراء مما أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن علي أمير المؤمنين كان يلبس بردة بردة يعني عباء من صوف بردة عباء من صوف كان يلبس بردة فقيل له يا أمير المؤمنين نراك تلبس هذه البردة كثيرة دائما تلبسها دائما تلبس البردة العباية قال كسانيها حبيبي وصفي وأخي عمر عمر خلص لله عمله فأخلصه الله علي يقول عن عمر لما رؤي عليه البردة يكثر من لبسها لما سألوه نراك تكثر لبس هذه البردة لما تكثر لبس هذه البردة قال انتو عارفين البردة هذه من أعطاها لي أعطاها لي حبيبي وصفي وأخي عمر حبيبي وصفي وأخي عمر لم يكن بينهما عداوة ذهب عمر إلى علي تعال نرى كيف يتم الزواج ذهب عمر إلى علي فقال زوجني ابنتك أمك الثوم وكانت جارية حديثة السن عمرها ما بين عشر إلى إحدى عشرة سنة ما بين عشر إلى إحدى عشرة سنة فقال علي يا أمير المؤمنين إني قد حبست بناتي على أبناء أخي جعفر جعفر بن أبي طالب وعلي قد تزوجت ابنته زينب بابنة جعفر قبل ذلك رضي الله عنه هو الذي زوج عبد الله بن جعفر لهذا قال علي لعمر إني قد حبست بناتي على أولاد أخي جعفر قال له يا علي إني أرصد لها من الخير ما لا يرصده أحد لابنتك يا علي والله ما على ظهر الأرض رجل يرصد حسن صحبتها ما أرصد يعني أنا أعد لها أحسن عشرة لأكون لها خير زوج ما على ظهر الأرض رجل يرصد حسن صحبتها ما أرصد فقال علي قد زوجتك إن رضيت يعني إن رضيت يا عمر إن رضيت يا عمر ثم عاد علي إلى ابنته أم كلثوم وقال لها اذهبي إلى أمير المؤمنين بهذه البرد وانظري ماذا يقول لك هكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أرسل علي ابنته أم كلثوم ببرد وقال لها اذهبي إلى أمير المؤمنين عمر فذهبت أم كلثوم جارية صغيرة ذهبت أم كلثوم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وقالت إن أبي يقرئك السلام وقد أرسلني بهذه البرد فقال عمر لها عليك وعلى أبيك السلام قولي لأبيك قد رضيت أو قد رضينا يعني سيدنا علي أرسل أم كلثوم إلى عمر ليراها لأنه ممكن يكون سمع فقط ولم يرها من قبل سمع لأنه هو فكر وقال من أختار وقلت لكم في اللقاء الماضي أن لعمر نظرة إلى المرأة عمر له نظرة إلى المرأة من يختار وقد قسم النساء إلى ثلاثة أصناف إلى مرأة عفيفة مسلمة وإلى مرأة ليس لها وعاء وإلى مرأة وعاء لا تملك إلا أن تلد الولد والمرأة الثالثة غل قامل أو غل قامل غل قامل يعني كأنها قيد يقيد الرجل إذا شاء الله أن ينزعه نزعه قال عمر فكر من يتزوج ونظر وعلم وسيأتي الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي كل نسب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم قال رسول الله كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي ففكر عمر وقال أجعل بيني وبين النبي نسب حتى يصل الله به في الآخرة نظر وسأل من من بنات النبي قال بقيت أمك الثوم بنت علي فذهب لي خطبها علي قال له أرسلها إليك فانظر فإن رضيت أو إن رضيتها زوجتك فأرسل أمك الثوم ببرد فنظر علي إليها فنظر عمر إليها لما رآها وقال قول لأبيك قد قبل رضينا أو رضيته فرجعت أمك الثوم إلى أبيها وقالت يا أبتي يقول قد رضينا ووالله ما نثر البرد ما نظر إلى البرد إنما نظر إلي أنا أمك لثوم بنت علي ذكية فطنة لبيبة قالت يا أبتي إنه يقول قد رضينا عمر يقول قد رضينا بك أي بأم كلثوم وهي تظن أنه يقول قد رضينا بالبرد بالعباء التي أرسلها علي لكن علي يفهم فقال لها قال لها عند إذن هذا عمر يريد أن يتزوجك يريد أن يتزوجك وقبلت أمك الثوم طاعة لأبيها وصارت زوجة لعمر لكن هناك رواية أخرى غريبة عجيبة نرويها من أولها نعم السلام عليكم السلام عليكم أم عبد الله يا أم عبد الله نعم أقول هناك رواية أخرى السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته زك عم الشيء حياك الله زي صحتك الله يبارك فيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنا جعلك من أهل الجنة آمين والسامعين أجمعين اللهم آمين معلش أنا أخرى أتنسى العطرة لحظاتي عم الشيخ نعم أنا معايا أنا معايا طفل معايا عم الشيخ والحمد الله رضي بقدر ربنا وقدر بس يعني أبو ما بيساعدني في أي شيء مفهود إن أنا بخرج أعمله عليك طبيعي بأكله بأيدي تلات طقات كل شيء ما بحب أنا بحبش أشتك لإني يعني دي يعني قدر ربنا أنا رضي بي بس كل ما قوله ساعدني في أي شيء يقول لي دي دارك في الحياة النهاردة رأيت تعبنا مع الله دير كلهم هو يعني يعني الحمدل أعلى جبه ربنا بس رحمة حلو عم الشيخ خير 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 أسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا وأن يعينك على تربية ولدك واعلمي أنه في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن يرزقك الرضاء هو محروم محروم من الخير محروم من فعل الخير ولو كان سعيدا لو كان يحبه الله لأعانك على تربية هذا الولد لكن ربما يكون معذور ربما يكون مشغول ربما يراك إن عندك وقت لكن لازم تكلميه ونحن بدورنا ندعوه أن يشارك في تربية هذا الولد لينال من الخير وأنتم ترزقون به إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام فضيل الشيخ أكرمك الكريم أنا محمد الشريف من تونس أحبك كثير وأراك تتكلم بتيبة وبمودة وبرحمة فتشدني بكلامك أرجو لك التوفيق يا رب يا سيد الشيخ أود أن تدعو الله لي فأنا مصاب كثير بالحسد والعين يوميا ومطعب بالحسد والعين أرجوك سيدي أن تدعو الله لي ثانيا أنا أود أن تذكر نناء حديث لشيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق آل بيت النبي أرجوك يا سيد الشيخ أن تذكر نناء حديث في فضائل آل بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدك الله خير وكفك الله شر ولا تنساني من دعاء والسلام عليكم بارك الله فيك أما كلامنا عن آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقريبا ما من حلقة من حلقات ذروسنا إلا ونثني على آل بيت نبينا وكفاهم شرفا أنهم يوصلوننا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا آل بيت رسول الله حبكم فضل من الرحمن خير من الرحمن هذا أكبر نعمة ينالها الإنسان لأنه يتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل الله تعالى لك أن يعافيك من كل سوء وسائر المسلمين أجمعين ودائما أنصحك بأن ترقي نفسك عند نومك وعند صباحك ومسائك أن تمسح على جسدك وأن ترقي نفسك بالرقية الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقى بها نفسه بقراءة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثم يمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرقي الحسن والحسين بسم الله أرقيكما من شر كل عين ومن شر كل حاسد بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر كل عين لامة أسأل الله أن يحفظك تعالوا بنا نكمل قصة زواج أمير المؤمنين عمر بأم كلثوم بنت علي لأنها قصة جميلة نتعلم منها كيف كان الزواج يتم بسهولة ويسر لا في تكلفة ولا في أوامر ولا في أشياء ولا في تكلفات ولا في قائمة جهاز ولا في شروط ثلاث أوض والأربع أوض وعلى مين التنجيد وعلى مين الستائر كل هذا مشروع كل هذا جائز لكن يسروا على أنفسهم فيسر الله عليهم ونحن لما عسرنا على أنفسنا تعسرت حياتنا أسأل الله أن يفرجها وأن يسرها لنا وعلينا نعم السلام عليكم عليكم السلام حضرتك عم الشيخ أنا كنت كاتب بكتابي كاتب وفي نفس اليوم أصيح كان مدعيني وكده وما حضرت كتاب بكتابي وما عدرتك الموم ما عدرتك كاتب كتابي وجيت حالت أعادني لصلاحة أن أنا ما أكلمه تاني وفي بعد ذلك تكلمته مين اللي ما حضرتك كاتب كتابك؟ يعني كذلك تلمه أن أنا كتابت في كتابي حالت أن أنا ما أكلمه ورحت المبعدية رحت مكلمه نعم كويس إن شاء الله تعالى من حلف على يمين فرأى غيرها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فبصيام ثلاثة أيام إن شاء الله أكمل زواج عمر بأم كلثوم لنرى عجبا ذكر الإمام الطبري في تاريخه قصة عجيبة أنا لا أصدقها أنا لا أظن أن هذا حدث قال لما أرسل أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم إلى أمير المؤمنين عمر وذهبت إليه ومعها البرد أي الملحفة أو العباءة ليراها أمير المؤمنين عمر أي ليرى أم كلثوم قالوا إن عمر رفع ثيابها ليرى ساقها أمير المؤمنين يفعل هكذا ببنت أمير المؤمنين علي ببنت فاطمة وإن كان جائز يجوز للرجل أن يرى من المرأة ما يعجبه لأن النبي أوصانا عند الزواج قال أنظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الزوج قبل أن يتزوج بالمرأة أن ينظر إليها وكذلك أمر المرأة أن تنظر إلى الرجل لأن النبي نهانا أن نزوج المرأة رغما عنها وعمر أمير المؤمنين قال لا تزوجوهن بالرجل القبيح التي لا ترضاه المرأة لا بد من وفاق لا بد من اختيار لا بد من قبول عمر أمير المؤمنين لما ذهبت إليه أم كلثوم رفع ثوبها لينظر إلى ساقيها فقالت أم كلثوم والله لولا أنك أمير المؤمنين لقطعت يدك بنت علي عفيفة طاهرة لا تقبل أن يفتش رجل شيئا من بدنها وهي جارية صغيرة تعلمت العفة منذ الصغر هي لم تكشف شيئا من بدنها لم يرى منها عمر شيء لكن هو أراد علي أن يرى جسمها أن يرى وصفها الخارجي فعمر كما تقول الرواية وهذا ما أظنه والله تعالى أعلى وأعلم الرواية مطعون فيها يقينا لأن في رواية الطبر في روايات الطبر في التاريخ أكاذيب كثيرة فلا يمكن هذا وقد ذكر الطبري رواية أخرى في قصة زواج عمر بأم كلثوم منها السلام عليكم وعليكم وعليكم الله وبركاته شاكنا أحياك الله الله يا خليك شاكنا أنا الخصار الشديد كده أنا عندي مشكلة مع زوجتي هي زوجتي في الأصل طيبة ولكن المشكلة أن أنا زوجتي متعلقة بوالدتها لدرجة أن والدتها سببت مشاكل في بيت الزوجية وتدخلت في أمور وشؤون البيت وبعذرا يعني حماية كان عاوز يخليني أن أنا شغل زوجتي وأنا رفض المادة من البداية فوصلنا لمرحلة عشان أنا رفض أن زوجتي تشتغل جم هو وحماتي وخدوا مراتي من البيت بدون ابني رجعت مشتغل ملاتهاش في بيتي وخدوا بنتي أنا عندي بنتي حوالي 2 شهور فخدوها وهي موجودة زوجتي في بيت والدها ونزلوها تشتغل وأنا بعدت قلتولا أنا رفض أن زوجتي تشتغل ورافض أن هي يعني تعصيني ورافض أن والدها يأمرها في النهاية ذات تعصيني وأنا دلوقتي مش عمش عبارة أنت متزوج من كم سنة يا أخي بقى ليه سنة ونصف سنة ونصف وأنجبت بنتا الحمد لله في خلال السنة ونصف هذه ألم تستطع أن تتفق مع زوجتك وتصبحها على رأي واحد وتقنعها بوجهة نظرك وتجعلها أو تجعلها تكون على هواك لا على هوا أبويها أين أنت منذ سنة ونصف صحيح المسألة صعبة طيب أنت أعدت كم المدة اللي أعدت خاطبها أو عاقد عليها أعدت وأعدت كم أدي إيه أنا أعدت حوالي 8 شهور أو 9 شهور يعني سنتين اتنين وأكثر وأنت عاقد وأنت متزوج في خلال السنتين ما رأيت هذه الخصلة فيها أنها تطيع أبويها لا أنا أقول لها حارتك أنا ما أقصد والله أنا أعاوز أبدا حياتك نقطة بس مش واضحة في الموضوع والدها والدتها غير متواجدين معنا ومش بشكل الدين ولكن الخلاف الأصلي هو أن حماتي كانت عاوزة تعمل مشروع وعاوزة دخل بزوجتي معا فأنا رفضت أن زوجتي تدخل المشروع ودي كانت بداية المشكلة فحماية وحماتي أعترضوا إزاي أن أنا مش مصر في دخلها في مشروعهم الخاص وبالتالي على أساس أخدوا بقى الإجراءات الفعلية اللي بعادية وأكبروني أنها تشتغل وزوجتي دلوقتي أنا أقول إن شاء الله تعالى هذه قضية خلاف أنا أرى أنك تخير زوجتك أو أهلها في أن يختاروا رجلا صالحا حكما عدلا يفصل بينكما ويحكم بينكما أنا متأكد أن عندها كلام يخالف هذا الكلام رغم أني أصدق كلامك لأني أعرف أن أغلب مشاكل البيوت من تدخل الآباء والأمهات في حياة البنات وفي حياة الزوجات أغلب المشاكل إن لم تكن جميعها وأنا في كل يوم أتلظى بنار تدخل الأم في حياة بنتها أوليله اعمليله كلميه قال لك إيه قلتله إيه عمل إيه وإنت ردتي عليه إزاي تسكتله إيه تعالي بيت أبوكي كل هذا الكلام أنا أعرفه وأسمعه في كل يوم فأنا أناشدك أن تكون رفيقا بزوجتك لأنها تحت ضغط أبويها وابدأ اكسابها في صفك اكسابها بتمام الثقة اكسابها بالمعاملة الحسنة اكسابها بأنك تريد أن تربي ابنتك تربية طيبة فاضلة تربية إسلامية بأنك تريد أن تكون بيتا على نماذج بيوت النبي التي سنتكلم عنها حتى في آخر بيت سنتكلم عنه في بيوت نساء النبي هو بيت أم كلثوم عيش معنا وتعرف كيف كان عمر يدير البيت وكيف كانت تفعل أم كلثوم مع زوجها أمير المؤمنين عمر أسأل الله أن يصلحك ثم إني أناشد الأباء والأمهات لا تتدخلن في حياتي بناتك وان سبوها تتعلم سبوها تعرف كيف تتعامل مع زوجها أرشدوها من بعيد لكن لا تتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة أنتم ربيتموها عشرين سنة وكانت عندكم ثم انتقلت من بيتكم إلى بيت زوجها دعوها تعيش مع زوجها وأسأل الله أن يصلح حالك وأنا أوصيك وأوصي نفسي وسائر المسلمين بالدعاء الدعاء عليك بأن ترفع يديك إلى رب الأرض والسماء عليك أن تقوم في آخر الليل في الثلث الأخير ادع ربك أن يرد إليك زوجتك وأن يجعلها في طاعتك لأنك تطيع الله فيها واسأل ربك أن يحول قلب حماتك حماتك قلب حماتك وقلب حماك عليك رأفة ورحمة وآه لو انصلح قلب الحماة على زوج البنت سعد وسعدت الدنيا وآه لو انقلب قلب الحماة تحول البيت إلى نيران وكم من واحد يتلضى لكن أقول لكل أب ولكل أم أحسنوا أحسنوا عشرة زوج ابنتكم فإنه هو الذي يرعاها وهو ابن لكم مع ابنكم أسأل الله أن يبارك في الجميع نكمل الدقائق الباقية في الكلام على زواج عمر بأم كلثوم ذكر الطبري في تاريخه أن عمر أمير المؤمنين ذهب إلى عائشة زوج النبي أم المؤمنين ذهب إليها ليخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وكانت أم كلثوم في رعاية عائشة بعد موت أبي بكر هي التي تربيها وهي التي ترعاها فذهب عمر إلى عائشة أم المؤمنين ليتزود بأم كلثوم بنت أبي بكر فقالت عائشة لعمر الأمر إليك ولا يصح أن أزوجك إلا بعد استئذانها البكر تستأذن قالت عائشة فقلت لأم كلثوم إن عمر جاء ليخطبك فقالت أم كلثوم لا والله ما أتزوج عمر فقالت عائشة أترغبين عن أمير المؤمنين ترفضين أمير المؤمنين حد يرفض عمر قالت إنه خشن العيش شديد على النساء لا مين يعيش عيشة عمر الذي ظل شهورا يأكل الزيت لا يدخل بطنه شيء إلا الخبز والزيت من من يتحمل حياة عمر وكان شديدا على النساء لأن سيدنا عمر كان له وضع مع النساء ما أريد أن أفصل كيف كان يفعل عمر مع النساء رضي الله عنه وأرضاه قالت أم كلثوم لا والله إنه خشن العيش شديد على النساء فتحيرت عائشة كيف ترد على أمير المؤمنين عمر وترفض زواجه من أختها ذهبت إلى من هي اللبيبة هي التي تربت على يد النبي إنها بنت أبي بكر كما قال لها رسول الله ذهبت إلى عمر بن العاص عمر صاحب الرأي السديد عمر عمر الذي حير كسر وقيصر عمر الداهية داهية العرب المفكر ذهبت إلى عمر وقالت له أن عمر خطب أم كلثوم ورفضت البنت فقال عمر بن العاص لها أنا لعمر سبين العمر ذهب عمر إلى أمير المؤمنين عمر وقال له يا أمير المؤمنين وصلني خبر أنك تريد أن تتزوج بأم كلثوم بنت أبي بكر وأنت تعلم أنها نشأت في بيت عائشة في بيت عائشة وهي مدللة مدلعة مدللة في بيت لين ورفق في بيت عائشة وأنا أخشى أن تعصاك في أمر فإذا سطوت عليها كنت قد خلفت أبا بكر في أهله بسوء وأنت لا ترضى أن تؤذي أبا بكر في أهله لكن يا أمير المؤمنين ألا أشير عليك بمن هي خير لك من أم كلثوم بنت أبي بكر قال من قال أم كلثوم بنت علي ليصل نسبك بنسب النبي فقال عمر وما أفعل في كلامي مع عائشة قال عمر ابن العاصلة أنا أكفيك عائشة فسيدنا عمر عرف إزاي حول الدفة ينقلها من أم كلثوم بنت أبي بكر إلى أم كلثوم بنت علي فقال أفعل إن شاء الله وذهب ليخطب أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب وزوجه إياها علي رضي الله عنه وأرضاه وانتا قالت أم كلثوم من بيت أبيها علي إلى بيت أمير المؤمنين عمر فهي زوجة ملك الإسلام هي زوجة ملك أمير المؤمنين هي زوجة سيد الناس بعد رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وانتقلت أم كلثوم إلى بيت أمير المؤمنين علي لتعيش معه كيف عاشت إنها الزوجة الميمونة إنها الزوجة الفاضلة إنها الزوجة الخيرة عاشت مع أمير المؤمنين رغم صغر سنها كيف عاشت أتدرون كم كان عمره عمر رضي الله عنه لما تزوج بأم كلثوم بنت علي كان عمره رضي الله عنه ثمانية وخمسين عاما قرابة ستين سنة وهي بنت عشر أو إحدى عشرة سنة شوف الفارق قد قرابة خمسين سنة فرق بينهما ورغم هذا لأنها تربت في بيت علي تربت في بيت فاطمة لأنها حفيدة خديجة عاشت مع أمير المؤمنين عمر خير عيشة وعاشرته أحسن معاشرة وأحسن عشرة وكانت حياتها طيبة وسنرى إن شاء الله في لقائنا القادم كيف كانت أم كلثوم في بيت عمر وكيف عاشت الشاهد من الكلام أن عمر تزوج أم كلثوم وأمهرها أربعين ألف درهم وأكرمها عمر أيما إكرام ونالت في قلب عمر المكانة الرفيعة والمنزلة العالية لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم لنرى كيف تزوج كيف عاشت أم كلثوم مع أمير المؤمنين عمر لتتعلم المرأة تعلم بناتنا كيف تحيا مع زوجها كيف تعيش مع زوجها هل تذكر أباها هل تحن إلى أمها نعم لكن لا تقارن بين بيت زوجها وبيت أبيها هذه حياء ربما انتقلت من القصور إلى الكهوف ربما انتقلت من مكان عالي من حياة مرفهة من حياة منعامة إلى حياة أخرى لكن هذا في سبيل الله وطاع لزوجها وهذا إن شاء الله ما نراه في سيرة أم كلثوم ألم أقل لكم إن كلامنا عن بيوت النبي يحتاج منا إلى وقفة خاصة من النساء والرجال خاصة من البنات والشباب والأولاد لنتعلم كيف تتم الزيجاد كيف كانت الحيوات كيف كانت البيوت تدار في ذاك الزمان وهذا هو الذي نسعى إليه إن شاء الله ونرجوه في بيوتنا وأسأل الله تعالى أن يسعد أيامنا وأن يسعد بيوتنا وأن يسعد زوجاتنا وأن يؤلف بين قلوب الزوجات والأزواج وأن ينعم على مصر بنعمة الأمن والأمان وأسأل الله تعالى أن يكون الخبر الذي سمعت وبلغني ونمى إلى علمي من اعتداء رجال القوات المسلحة على بناتنا الطاهرات أسأل الله أن يكون خبرا مكذوبا وأن لا يفعل ذلك رجالنا ببناتنا ونسائنا فإني أقول هذا لا يمكن أن يكون في بلدنا ولا في مثل أحوالنا في هذا الزمان أسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ مصرنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر ذنوبنا وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته